فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأك القمار كتاب سفة القيام باب ما جاء في شأن الحشر قال النصدر فرحمة الله تعالى رادي الله عنك يا حسن نفع الله بك الأمة الإسلامية قال حدثنا محمود بن غيلان ومن ثقات الأزبات الأولى والجماعة قال حدثنا أبو أحمد الزبير أنا أحمد الزبيري من ثقات الأزبات قال حدثنا سفيان هو سفيان الثوري أمير ممين في الحديث عن مغيرة ابن أمان من ثقات عن سايد من جبيس ومن خص تلميذ ابن عباس قتلوا الحجاج ومن قتلوا وكان الناس أحاول ما يكونون إلى العلم ابن عباس ومن السبع المثلين عن نبي الأمين من العبدال الأربعة صحابيه من صحابيه ترجمان القرآن بل حبر هذه الأمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراتا غرلا كما خلقوا ثم قرى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدان علينا إنا كنا فاعلين وأول من يكسى من الخلائق إبراهيم عليه السلام ويأخذ من أصحابي برجال ذات اليمين وذات الشمال فأقول يا رب أصحابي أصحابي فيقال إنك لتدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارغتهم فأقول كما قال العبد الصالح لأخذ ذلك إيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفلهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال حدث محمد بن بشار ومحمد بن سنة العنزي قرنان والآن مقرونان قال حدث محمد بن جعفر إذا اشترك في جميع الشيوخ نعم وكانت منقب أنهما كفر صيرها قال حدث محمد بن جعفر غندر وأزبت ناس عن شعباء من المؤمنين في الحديث عن المغدير عن ابن النعمان بهذا السنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن بن سنة إذن قال تحشرون حفاتا لا نعلى لهم عرات لا ستر لهم إذن قال البعاقية في الحديث أبو سعيد يعني الذي أخرج أبو دود وصحاب النحمن لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها وهذا الحديث أشكل على بعض العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عموما تحشرون حفاتا عراتا والجمع لهم يسير أنه قليل جدا من يكسى أو أن يكسى في التوي يعني أن الميت يبعث في ثيابه كما قلنا على قلة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشرون حفاتا عراتا ثم يكسى الأنبياء وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام لأنه يأخذ بمسألة أنهم جردوه وألقوه في النار أو يخرجون من القبول بالثياب التي ماتوا فيها ثم تتناصر عنهم عند ابتداء الحشر فيحشرون عراتا ثم يكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام وحمل بعضهم على حديث أبي سعيد على الشهداء فقط أنهم الذين أمروا أن يزملوا في ثيابهم ويتنوا فيها فاحتمل أن يكون أبو سعيد سمعهم في الشهيد فحملوا على العموم فيحشرون حفاتا عراتا كما قلنا ولذلك عائشة تعجبت وقالت يا رسول الله أو ينظر بعضهم إلى بعض قال لا الأمر أشد من ذلك يا ابنة الصديق قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير ولكن هو أن يحشروا جميعا كمثل ما خلقهم الله جل فعلا وهذه من عظيم قدرته أنهم يردهم إليه كمثل ما خلقهم قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين سبحانه جل فعلا ولقد جئتمون فرادا كما خلقناكم أول مرة وغرلا هنا غير مختنين ثم قرأ شهادنا عطلنا كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين قال تحشرون حفاتا عراتا غرلا كما خلقوا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين وهذه فيها دلالة أيضا على مكانة إبراهيم ما ربنا جل في علاه فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام هو مكانته وأن أبو الأنبياء بل هو سيد أول العزم الرسل خلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو أول من يكسى لأنه جرد وألقيه في النار فكأت النار بردا وسلاما عليه وأيضا ألقيه يعني يكسى أغلق قد قال أول من يكسى إبراهيم عليه السلام وقد إردان عليه أيضا أول من يكسى عن القيامة خليل الرحمن قبطي قبطي قبطين ثم يكسى محمد صلى الله عليه وسلم حل من العرش وآتى كله لا دلالة فيه لكن الحق أنه في قوله وأول من يكسى إبراهيم يقول له أكسى يقول الله تعالى أكسى خليلي ليعلم الناس اليوم فضله عليهم وأفضلية إبراهيم السلام أن يكسى ليس فيها دلالة أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بل النبي صلى الله عليه وسلم قدم على الجميع ولذلك لم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك قد لم يحتج إلى بيان أفضل بل هو سيد الأنبياء أجمعين وقال أيضا تشريفا وتعظيما أول من يكسى إبراهيم عليه السلام الله جعل يأمرهم به وقال النبي ويقهد من أصحابه برجال ذات اليمين ودى الشمال وهؤلاء المنافقين وهؤلاء يختطفون ولما يقول ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا بعد الحشر أنهم سيأتون للأحواط وحوض النبي صلى الله عليه وسلم ينتلئ قال ليزدان رجال من حوض ك belum يزدان البعير الضال وناديم آله لهم فأقول يا رب أصحابي هؤلاء أصحابي الأحمد تراني الحجيس أبكر أرفع لا يردن لا يردن على الحوض رجال من صاحباني ورآني وأيضا سيختطفون من بين يديهم وزاد بالحافظ بأنه يقول إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم ولذلك لما قال لا يختطفن من بين يديهم فأقول ربي أصحابي أصحابي في رواية ربي أصحابي أصحابي ورواية ربي أمتي أمتي فيقال يا محمد أنك لا تدري ما أحدثوا بعدها إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم يعني الإحداثة هنا أنهم كفروا وهذه في الدلالة كما قلنا أن أهل البدع والضررات في خطر عظيم يؤترهم يوم القيامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إليه والله جعل لا يبزكيه وترى أنه يزود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يزود عن حوضه يدخل فيه ما ليس منه لكنه يعلم أصحابه وأنه يبعثون غرّا محجلين غرّا محجلين فأقول كما قال عبد الصالح عيسى عليه السلام هذا عندما يجد أن الله حشرهم جميعا فأقول كما قال العبد الصالح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تقفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وشوفونا أيضا عزة وحكمة عزة فانتصر عزة فغلب عزة فقهر عزة فرحم ومعه الحكمة وأيضا في الحديث الثاني إنكم محشرون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم إنكم يخاطبهم جميعا تحشرون رجالا وركبانا فقال إنكم تحشرون رجالا يعني على أرجلكم ماشين وركبانا على النوق الناقة تحمل ثلاثة أربعة خمسة إلى عشر قال تحشرون رجالا وركبانا يركبون النوق وهذا أيضا تفضيل الله لهذه الأمة لبيان أيضا شرفهم وكرامتهم أمام الأمة تحشرون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم أؤلاء العصاد هؤلاء الذين قال فيهم الله رجالا فعلا ونحشرنا من القيامة على وجوههم عمي وركبانا وصم مواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا والمنافق يؤتبى نقيض قصدي والمنافق على خطر عظيم لا يقبله الله رجالا فعلا ولا يقبله نبيه ولا يقبله المؤمنون لذلك حتى توبته لابد أن يكون إخلاصا لو عدد الله الكريم والإصلاح أن يعتصموا مع المؤمنين فارف الله عنهم ويكونون من أهل الجنان فهنا الوصف في الحشر جميل إنه محشرون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم وفي الباب قال المصانفة في الباب عن أبي هريرة أخرجه التلمذي واخرجه ابن جريب وابن مردوية والبهقي في البعث وقال هذا حديث حسن الفؤاد المصنبطة من حسن البيان الاستدلال بالقرآن على حكم السنة لما قال تحشرون يعني يحشر الناس من القيامة حفاة عاطة قال أو غرلا قال ثم قال كما بدأنا أول خطر نعيده بعد العين أنكنا فعلي كيف كان العبد لله يكون الله له إبراهيم عذب في الله ونزع السياب وألقيه في النار بسبب التوحيد فجعل الله له الكرامة من القيامة أو المانيوكسة وجعل له القرب منه يوم القيامة كما بدأت مع الله تدفع أحسانا ترى أن الأحسان يتنامى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر